تقليص حجم المنتج بدلا من رفع سعر حيلة اقتصادية معروفة تقوم بها الشركات بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج أو اشتداد المنافسة ظاهرة شائعة في فئة الحلويات تحديدا اليوم نتحدث عن الشوكولات والتي أصبحت بحسب تقرير صحيفة الواشنطن بوست تتقلص أحجامها بسبب المشاكل الاقتصادية في موسم الهالوين الحالي فالأمريكيون يدفعون ثمن التضخم باستهلاك أقل رغما عنهم على الجانب الآخر منتجوا الشوكولات يجادلون بأن الانكماش حجم الواحي الشوكولات سببا آخر بقولهم نحن قلقون على صحتكم ونريد تقليل سعراتكم الحرارية أملا في خفض معدلات البدانة لكن هل تقليص المنتجات حل مكافحة السمنة فعلا ربما ليس في أمريكا قبل الوباء كان موسم هالوين يمتد لثماني أسابيع قبل هو بعده الآن تمتد مظاهر الاحتفال في البلاد حتى عشر أو اثنين عشر أسبوعا في الماضي كانت محاولة العثور على منتجات خالية من السكر في رفوف الحلوى استهثاءا وليس القاعدة اليوم صورة تغيرت تقدم المتاجر في أمريكا والعالم عشرات الخيارات من الشوكولات الخالية من السكر أو منخفضة السكر بسبب ضغط جمعيات الصحة ولتلبية احتياجات قطاعا كبير من المستهلكين وفقا لشركة IRI لأبحاث السوق وسلوكيات الشراء هناك 23% زيادة في منتجات الشوكولات الخالية من السكر على الرفوف الأمريكية هذا العام بالمقارنة مع عام 2021 أما مبيعات الشوكولات الخالية من السكر فارتفعت بنسبة 27% في عام الوقت عموما الفائز بقلوب المستهلكين هو القادر على إنتاج تشوكولات خالية من السكر بنفس مضاق وإحساس التشوكولات العادية وبما أننا نتحدث عن تشوكولات سنذهب إلى باريس وبالتحديد الأشهر معرض للتشوكولات مع لأيت بازاري افتتح معرض الشوكولات العالمي في نسخته السابع والعشرين أبوابه هنا في العاصمة الفرنسية لتقديم ما هو جديد في عالم السعادة البنية كما يسميه الفرنسيون إذ شارك أكثر من 200 صانع شوكولات أوروبي وعالمي بتقديم آخر منتجاتهم صلت الضوء هذا العام على الحد من استخدام المواد الكيميائية والألوان الصناعية والسكر في صناعة الشوكولات كما اتخذ المعرض عنوان الموسيقى والحداثة اسما لهذه الدورة إذ قدم عرض أزياء لفساتين صنعت من الشوكولات شارك في حياكتها مصمم أزياء محترفين مربعات قهوة على شكل قطع شوكولات قدمت في ممرات المعرض إذ قامت إحدى أكبر دور صناعة الشوكولات الفرنسية هذا المنتج الفريد الذي يطفي مطاق الشوكولات عند تناوله بالرغم من عدم احتوائه على الكاكاو أو السكر . إلى جانب الشوكولات على شكل بقات زهور وأخرى مصنوعة من الأعشاب البرية قدم أحد النحاتين الفرنسيين نموذج سيارة بوكاتي الفاخرة المصنوعة بالكامل من الشوكولات الموناليزا ونابوليون وبرج إفل كانوا جميعا حاضرين في المعرض هذا العام كنوعا من التذكير بالبلد الذي ينظم هذا الحدث منذ عشرات الأعوام أي فرنسا التمر القصيمي السعودي كان حاضرا أيضا في المعرض هذا العام من خلال منتجات عربية وفرنسية إذ قدم أحد صانعي الشوكولات الفرنسيين مجموعة من الشوكولات المطلية أو المحشوة بالتمور العربية الفاخرة لصباح العربية ليث بساري باريس أبا الليث تقطعيلي حلو عنصر المفاجأة أهم ما شو الشوكولات ما تقطعي علي يعني بتحبيها أيا خب الشوكولات وشو أكتر أنواع بتحبي مثلا السادة أو بتحبي الشوكولات أحب الشوكولات دارك شوكولات لنشوف ليث شو محضر لنا طبعا من تاريز عاصمة النور مراسل صباح العربية نورنا دايما ليث بازاري ليث أهلا بك بكا وبالشوكولات وآخر صيحات هتفضل سبحان خير لكم عمنا نقول الشوكولات بطاق أو بطاق وفي ناس بسموها كاكاو على كل حال كلها تؤدي إلى السعادة كل الطرق تؤدي إلى السعادة حكيتوا قبل شوي خبر مهم جدا يا صبايا عن كيف أحجام الشوكولات صارت تصغر شوفوا بالكاميرا التالية عمد أعطيكم مثل حي دام بارح هاي الشوكولات كان هيك حجمها صار حجمها مينياتور مصغرة مشال برضو يكسبوا إنه يكون في يحضروا يقدروا يعادلوا بالأسعار وإنتو يا صبايا في إلكم مفاجآت دايما صار الشوكولات مش بس تتاكل هيك مستحضرات تجميل يا ندينو يا سهام وصار برضو بالشوكولات وستخدم مش بس بس في المستحضرات تجميل برضو في المساج الواحد صار على رائحة الشوكولات يتمتع تهدي أعصابه وبيع بالمساج تعرفوا أنا علاقتي بالشوكولات ما في ستوري بحطها على إنستجرام غير بستعمل فيها الشوكولات دائما أنا من عشاق الشوكولات وإذا باكل شوكولات كل يوم ما عندي أي مشكلة تكون غادة فطور وغادة وعشا إحنا بنا نحكي عن معرض الشوكولات معرض الشوكولات هالمرة ما اختلا من التوعية لاستخدام الشوكولات بدون سكر بدون مواضع ضوية بتكون نبتة الكاكاو موجودة شفنا كتير من قلدان إفريقيا دول أمريكا الوسطى اللي تقدم الشوكولات جبت معي على فكرة من جب أصحابنا من غانا أو غانا شوكولات غانية وهي غانية عن جد طعمها رائع وبنفس الشي اللي اكتشفناه جديد هالمرة بالشوكولات إنه هاي الحبيبات اللي بتشوفوها وين الكاميرا هون الحبيبات هاي بتفكروها إنه شوكولات طعمها خريب كتير من الشوكولات بس عند تناولها شو بتحسو هي عبارة عن نبتة البن يتم تحميزها بطريقة نبتة الكاكاو كأنها محمصة عأنها شوكولات تطلع النتيجة هيك هاي طبعا دارة شوكولات بخالي هي موجودة في غوان بفرنسا هي اللي اخترعت هاي الشغلة رح آكل سامحوني رح آكل شوكولات ما قدرت أستنى هم بعدين الأطفال يعني تعرفوا الأطفال بحبوا الشوكولات مش بس لأنها الشوكولات شكلا وتزيينا بتكون حلوة بدون ما نذكر الأسامي دار إيطالية شهيرة تقوم بتناعة الشوكولات صاروا هلأ يطولوا الشوكولات كل سنة خففوا منها نسبة السكر حتى الطفل بدماغه يربط إنه كل ما خفت الشوكولات كل ما ما يحسوا إنه نسبة السكر خفت هاي كتير فكرة ذكية طريقة أكاديمية حتى يهيئ الطفل إنه بعد فترة معينة رح تختف السكر عفكرة اللي حكيتو قبل شوي كان رائع إنه كيف بيحاولوا إنه محاربة السكر محاربة المواد الضارة محاربة المواد الكيميائية التي توضع بالشوكولات بعدين فرنسا طبعا بهالبلد بلد الشوكولات اخترقوا شغلة اللي هي الشوكولات دي فرنسي متل ما شايفين عنا الموناليزا عنا القوريلا ماسك التور أفل عنا كلمات فرنسية مرسي عنا كوليكشن للشوكولات تقدم في فترة الهالوين أو في فترة عيد الثورة الفرنسية الرابع عشر من تموز جولاي هي تمثل ما في شو في معالم أو شي بربط بفرنسا الكوك الفرنسي كوكوريكو الفرنسي أو ديك الفرنسي متل ما شايفين هون بنشوف مثلا عنا باغي عنا التور أفل برج أفل نابليون الموناليزة ملابسينها ما أدراكم شو ملابسينها ملابسينها على فرنسا ونظارة على شكل قلوب حب ليس حقيقة صحيح فدائما عندهم أشياء جديدة كتير كأنك تحكي لنا قصة مباشرة عن تاريخ لتشوكلت ونحن عادين هكذا نسمع لك كانت قصة ممتعة شكرا لك وعلى هذه المعلومات الغنية والتشوكلت الغنية بطعمها ومذاقها الحلو مراسل صباح العربية ليس بازاري شكرا لك اشتركوا في القناة